أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء العدوان على قطاع غزة وتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفية الذي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين حيث بعث المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن كما تناولت المباحثات الهاتفية مختلفة جوانب الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة حيث شدد الوزير شكري على حتنية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة وتوفير ظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنصيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة